لكن الغرف السود التي أثارها تكتل جبران ليست لفبركة الملفات بل لإطفاء أجواء مظلمة وهادئة تواكب رئيس الجمهورية في سباته العميق إذ تؤكد مصادر الزائرين لقصر بعبدة أن الرئيس ميشيل عون بات لا يصح إلا على نصف اللقاء وتأخذه الغفوة ويطيب له النوم في عز النقاش وهذه الواقعة تؤكدها أربعة مصادر كانت لها فرصة الاجتماع بالرئيس وخرجت بانطباع يعلوه النعاس السياسي العميق والرئيس تنتابه أيضا عوارد النسيان التي وضعته على نكران تام حيال ما جرى الاتفاق عليه في 12 جلسة مع الرئيس المكلف وهذا النكران تسبب بالتعطيل فيما عكس تيار جبران التهمة وألقى بها على الرئيس الحريري ودعاه إلى وقف المشاركة أو افتعال إشكالات وتصعيد المواقف واختلاق مخاطر تهدد موقع رئاسة الحكومة التي يحرص التكتل عليها كحرصه على كل المواقع الدستورية فمن يختلق المخاطر إذا كان عون يتمسك بحصوله على الثلث المعطل وهذا الثلث في رأي الرئيس حسين الحسين من شأنه أن يحول رئيس الجمهورية إلى طرف بحيث لا يعود رئيسا للجميع وفوق الجميع غير أن الرئيس ميشيل عون لا يزال يحتجز التأليف ويصارع كفريق ويطالب كحزب وينام ويصح على عقدة تمثيل المسيحيين وتوزيعهم فيما موقع الرئاسة يؤهله لأن يكون رئيسا لكل الطوائف مجتمعة تتعطل حكومات ينهار بلد يصنف لبنان دولة منكوبة فيما يجلس رئيسها مفتشا عاما عن مقعد بالزائد لفريقه السياسي ويرش من حوله أباطرة الفلاسفة الرومان لصوغ أفكاره الدستورية أما جبرانه فيتولى أعلان نفسه على الحياد مرسلا برقيات إلى الرئيس الحريري مفادها أنه يحبه وأن الرئيس المكلف يبادله الانتقام ومن الحب ما قتل حكومات